مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بيكم مرة تانية هنتكلم عن الفقرة التانية في حلقتنا النهاردة من رمضان كريم كلمنا في الفقرة الأولى عن أثر الصيام على الحمل وكان معنا ضيف من المتخصصين في المجال الطبي والفقرة دي هنتكلم فيها عن موضوع بيشغلنا في التلت الأخير من شهر رمضان وبنعد ننتظره ودايما بنعد نسأل بعض هي ليلة الأدر جت ولا لسه معنا فضيلة الشيخ شعبان العدلي من علماء الأظهر الشريف أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ليلة الأدر جت ولا لسه الله أعلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا والمسلمين جميعا في مشارك الأرض ومغاربها ليلة القدر وأن يبلغنا ثوابها وأن يجعلنا ممن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى وكل عام نحضرتك بخير كل السنة وحاق طيب وكل السنة المشاهدين بخير نذكر بقى نفسنا والسنة المشاهدين ونقول ما هي ليلة القدر الله أكبر هذه ليلة عظيمة ليلة ذات قدر ذات شرف ذات مكان ذات علو شرفها الله سبحانه وتعالى أن أنزل الله عز وجل فيها القرآن فقال سبحانه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما أطلع الفجر فهذه الليلة المحروم من حرم خير هذه الليلة والسعيد من أسعده الله سبحانه وتعالى بوجوده في هذه الليلة وبقيامه لله سبحانه وتعالى دائما فضلت الشيخ بنسمع نصايح العلماء يقولون أن اختنم هذه الليلة بقدر الإمكان فيها فضاء الكثيرة فما أهمية ليلة القدر ليلة القدر كما أشرت ليلة فضلها الله سبحانه وتعالى فالعبادة في هذه الليلة تعدل عبادة ألف شهر يعني ليلة وحدة من فضل ربنا سبحانه وتعالى ومن رحمة ربنا عز وجل بنا إحنا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن شرفها الله سبحانه وتعالى بليلة وحدة إذا قام الإنسان فيها وعبد الله عز وجل حقا لعبادة ياخد أجل ثلاثة وتمانين سنة وأربع شهور تخيل حضاك القدر ده وتخيل الشرف ده أنك تعبد ربنا في ليلة وحدة بس ليلة ليلة تقوم فيها كده ربنا سبحانه وتعالى يوفأك وينزل ربنا عز وجل عليك رحماته وسكناته فتقوم لله سبحانه وتعالى إيماناً تقف بين الله عز وجل وتدعو الله سبحانه وتعالى تعبد الله عز وجل حق العبادة تعدل عبادة ألف شهر ألف شهر رجل من بني إسرائيل حمل السلاحة ألف شهر تخيل حضاك الناس بقى لما تسمع أن واحد فضلي جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ألف شهر تيجي بقى ربنا عز وجل يمتن سبحانه وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل فيها ليلة واحدة بس في السنة كلها الليلة دي تعدل عبادتها عبادة ألف شهر عشان أخذ سوابها وعشان أغتنم وأخترف من هذا الفضل إزاي أحيي ليلة القدر أحسن وما سر تسميتها بالقدر الله أكبر سر تسميتها بالقدر أن الله عز وجل قدر فيها أعمال العباد بمعنى أن نحن عندنا القدر القدر ده له أقسام قدر أزلي معلش هو شوية التفصيل كده عشان صدر نحن نشاهديني الأمورين كده معنا ويمكن لأول مرة بعضهم يسمع الكلام ده القدر عندنا قدر أزلي بمعنى أن أنا أوجود مع حضرتك دلوقتي ده مقدر عند الله سبحانه وتعالى لبسي لهذا الثياب خاصة من دون الثياب الأخرى فده برضو من القدر الأزلي إن كل شيء خلقناه بقدر ده قدر أزلي ثم قدر في يوم الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يبقى ده قدر تاني وهو قدر يوم الميثاق بعد كده بقى عندنا القدر العمري لما الإنسان بيبقى الطفل جنين في بطن أمه وينزل ملك ينفخ فيه الروح ويكتب له عمره وأجله ورزقه وشقي هو أنسعه ده برضو نوع من أنواع القدر القدر التاني بقى وهو القدر العام قدر الحولي يعني اللي هفلت القدر عشان كده سميت بلية القدر إن ربنا سبحانه وتعالى قال فيها فيها يفرق كل أمر حكيم فالمولى سبحانه وتعالى يدبر أمور العباد لمدة سنة يعني من ليلة القدر في هذا العام لحد ليلة القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني يشوف حرك يعني ليلة القدر فيها كم يعني مفهوم للقدر نفسه فيها أسرار كتيرة وفيها أسرار كتيرة سبحان الله ليلة تتنزل فيها الملائكة قال سبحانه وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه والروح ده مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا ناخد مداخلة من الأخت ولاء سيدة ولاء أهلا بيكي كل سلام أنت طيبة ورمضان كريم معاكي فضيلة الشيخ شعبان العدلي من علماء الأظهر الشريف اتفضلي ممكن أسأله حاجة بس لو سوا اتفضلي بس علي صوتك شوي أنا حضرتك بعد إذنك بس ما كنت في يوم من الأيام كده حلمت حلم بالآية إذا زرزلت الأرض زلزلها وعلى طول أي حاجة بأحلم بيها بلقها فعلا أن حصلت فده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة وبالذات الآية بدلا عليك عايز أعرفها لآية إذا زرزلت الأرض زلزلها طيب معاكي الشيخ شعبان مع الأخت والاء بتسأل تفسير رؤيتها لسماع الآية طبعا صورة الزلزلها معروفة أن تتكلم عن أهوال يوم القيامة وأحوال الناس يوم القيامة وكيف الناس يكونون في هذا المشهد وفي هذا الموقف فلعل دعني لسالة من ربنا سبحانه وتعالى تقربك إلى الله عز وجل تجعلك دائما قريبة من الله عز وجل فكرة بقى أنها دايما أما بتحلم بحاجة بتتنفذ أو يعني بتحصل والله ده يمكن بقى من كرم ربنا سبحانه وتعالى عليها إلا من سبحانه وتعالى أن يكون في الخير يعني إن شاء الله يكون خير بالنجبالك ونتفائل تفائلوا بالخير تجدوا بإذن الله تعالى ونتقربك لربنا إن شاء الله يحقق لكل المطالب الأخت فتحية من سهاج السيدة فتحية أهلا وسهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك في حلقة النهاردة معاك للشيخ شعبان تفضلي طيب آآ الوقتي أنا عايزة أعرف إزاي أنا أحيي ليلة الأدر آآ أحييها إزاي وبالظبط ليلة الأدر إمتى يوم 27 ولا يوم 29 بالظبط طيب إن شاء الله تعالى تايه حاجة أنا عندي شلل وبصلي يعني بالليل مش بقدر أوصل للتوالد فبصلي بتيمم وبصلي ونقعد في مكاني هل دي في حاجة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يجعلك الله عز وجل من الحريصين على أداء الصلاة لا إن شاء الله لا شيء عليك لو في حد يقدر يقرب لك المية ويجيب لك المية فلا مانع طبعا وأفضل لو المية طبعا بعيدة أنا حديكم حديكم بتدريش تقول ما فيش حدي بيقدر يساعد حديك فإن شاء الله تعالى دين يصر دين يصر دين يصر طبعا نيجي بقى كانت الأستاذة فتحية بتسأل عن سؤال تاني إزاي تحيي ليلة القدر ومتى نتحراها والسؤال اللي كنت وضحك امتللت القدر أولا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا إنه هو قال في الحديث الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته إنه هو ما قالش من علم ليلة القدر لأنه دين حدش يقدر يعلمها وقد يعلمها البعض ولا يعلمها البعض فيها علامات وفيها أشياء يعلمها دي كرامة بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يمتنى على الإنسان وبكرامة فيرى ليلة القدر فهذه كرامة ونحن نؤمن بذلك بأن المعجزات للأنبياء وأن الكرامات للأولياء فلما إنسان يشوف ليلة القدر هذه الكرامة وقد لا يعلمها البعض فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدري إيمانا واحتسابا غفرا لما تقدم ولم يشترط هنا النبي صلى الله عليه وسلم العلم ناخد مدخلة من أميرة ونستكمل متى نتحرر ليلة القدر أميرة أهلا وسهلا بك علي صوتك يا أميرة لو سمحت عايزة عرب الزيح ليلة القدر طيب قلنا حضرتك لو سمحت عايزة عرب الزيح ليلة القدر لا مش سمع شوي علي صوتك يا أميرة ممكن توطي التلفزيون كيف تحيي ليلة القدر شكرا يا أميرة هتتابع معنا الشيخ شعبان العدلي هيقول لنا إزاي نحي ليلة القدر ومتى نتحررها نعم أولا كيف يدرك وهل في فرق بين التحرر والإدراك نعم كيف يدرك الإنسان ليلة القدر أو كيف يتحررها الاتنين بمعنى سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان هذا حديث سيدنا أنس وبعدين طبعا يا رسول الله ربنا سبحانه وتعالى أرسلك رحمة للعالمين وإن تعلمتنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التخفيف على الأمة والتيسير فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال التمسوها في الوتري في العشر الأخير من شهر رمضان يبقى كده عندنا حديثين حديث الأول بيقول أن هي في العشر الأواخر من شهر رمضان يبقى كده الإنسان يعمل يجتهد في العشر كلها أنهي ليلة بقى هو مش مطالب بأنه عشان كده بنوسم العتكاف بالاعتكاف بالعبادات فالإنسان ينتقل من طاعة إلى طاعة من صلاة إلى صدقة إلى صيام إلى بر والدين يعني مش شرط المسألة الاحتكام بس في المسجد لا طبعا الإنسان يقدر يصلي العشاء ثم يصلي القيام في جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام مليلة طيب خلاص واحد صلي القيام مع الإمام وانصرف بعد الإمام أو بعد ما سلم الإمام بس عنده شغل أستجاك ناخد أمو محمد في اتصالات يعني نتسأل الله أن تكون يعني رزق وخير أمو محمد أهلاً وسلم بك أهلاً يا فندم ممكن أكلم الشيخ اتفضل لو سمحت يا شيخ أنا بأقرأ القرآن بتهت فيه بعض أستهجة كده وأقرأ وخيفة لا أكون بأغلط ولا حاجة لو غلطت علي زم أبشري أبشري إن شاء الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم شكراً أمو محمد قرأ القرآن وهو يتتع فيه يعني بيجد مشقة وتعب بيقرأ مش عارف يجيب الآية كلها في نفس واحد أو في صوت واحد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجراً أجر القراءة وأجر التعب يعني التعب والمشقة ده عليه أجر إن شاء الله وتعالى مع أجر وثواب قراءة القرآن إن شاء الله طبعاً نحاول أنك تكتادي أكثر في أنك تتعليه إن شاء الله ختم الكرآن يا أمو محمد نرجع تاني فضيلة الشيخ ونقول إزاي ندرك ليلة القدر يبقى نقول حدوك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الذي روهه الإمام أنس سيدنا أناس رضي الله عنه التمسوها في العشر الأواخر طب بس ده يعني صعب شوية أو فيه مشقة شوية فقال التمسوها كما في حديث أم الممنع إيش رضي الله عنه يبقى كده المضاء قال التمسوها في الوتري في العشر الأواخر من شهر إيه يبقى تخصيص أكتر طب فيه تخصيص أكتر من كده كمان إن الصحابة لما أدركوا ليلة القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي التمسوها في السبع الأواخر من شهر رمضان يبقى كده الإنسان يعمل إيه عشان يخرج من الخلاف ده كله قبل ما نعرف الإنسان يعمل إيه عشان يخرج من الخلاف ناخد محمد من الأردن الشقيق أهلا وسهلا بيك محمد عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته تفضل والصحة والسلامة كل سؤال أنت طيب ويعني من خلال شاشة الصح والجمال يعني ممكن تتعيد على أسرتك في مصر يا محمد ولا يخليك بساني والله أنا فيه حاجة حصلة معي من مبار تفضل والله أنا مبارح مرة كنت بكلمها في مصر لمزعكت معها وبعد كده جفرت التريفون جفرت التريفون في وش آه ده إحنا بنتكلم كده عن قضية سلة الأرحام في رمضان آه جمال إبقى ما انتصلت تاني قلت له طالق طالق ثلاث مرات وقت قلت أبتيجة بقا مش عارب بقا إبطائج بالضبط عايزة الشخي فكرها لبيك محرم أو لأ قلت لها إيه يا محمد قلتني قلت له إيه قلت له طالق ثلاث مرات ثلاث مرات آه ماشي طيب يبقى سؤالك سؤالك إيه سؤالك بقى محمد أو قل المرات وانت طالق ثلاث مرات هو عاوز يعرف الحكم دلوقت الحكم دلوقتي الشارع هل يعني صارت طالق الحكم بقى يا سيد محمد أنا أقول لحدك ترجع بقى لضر الإفتاء هم اللي قولوا حضرتك الحكم بتاعك إيه عشان بعد كده ما تتصرعش أنا ممكن أجيب بس أنا مش عايز أسهل الموضوع على السيدة المشاهدين يبقى في المسائل زي كده يعني ده أمر جد مفروش هزار يرجع بقى لضر الإفتاء ناك إن شاء الله تعالى هم يفتوه بإذن الله يعني إن شاء الله يعني نسأل الله أن الناس في شهر رمضان تكون شهر كريم بسلة الأرحم وسلط الرحم عايزين بقى فضيلة الشيخ في يعني عجالة نختم فقرتنا بعلامات ليلة القدر وهل هي سبتة ولا متغير في العشر الأواخر هل هي ليلة 27 ده بعض العلماء والفقهاء والصحابة زي سيدنا عبدالله بن عباس قال سلامه نهي فكلمة هي كلمة 27 ومن خلال كده قال كبه هي ليلة 27 ولكن يعني باتفاق فقهاء على أنها متغيرة اتفاق العلماء أنها متغيرة فيبقى الإنسان يعمل إيه يجتهد في العشر الأواخر كاملة متى جاءت ليلة القدر كان على تم الإستدار علاماتها بقى علامات ليلة القدر طبعا في علامات ثابتة في الأدلة كما روى الإمام أحمد أن من علامات ليلة القدر أن تكون الشمس مفهاش يعني إيه لا شعاع عليها تمام في علامات تانية بعض العلماء اجتهد فيها ولكن يعني معظم الأحاديث اللي فيها أنها أحاديث ضعيفة يعني زي ما فيش نباح الكلاب أن السماء فيها طبعا صفية ده متفق عليه نختم بقى فقرتنا بالدعاء المفضل عند بلوغ ليلة القدر نعم طيب معنا متوقع من الوقت قد ايه احنا خلصنا الفقرة بتاعتها سألت سيدنا سيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر ماذا أكل فيها أقول ايه يعني المعضوع بقى محتاج دعاء نحن ندعي ساعتين تلاتة واجبع لنسنه هو اجتهد ولكن نبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات جميلة ركراقة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين جميعا وخير الختام اللهم إنك عفو كريم انت تحب العفو فاعفو عنا وصلنا لنهاية فقرتنا بنسكر الشيخ شعبان العدلي من علماء الأزهر الشريف شكرا جزيلا ونخرج فاصل ونرجع تاني لآخر فقرتنا في رمضان كريم